قالت وزارة الدفاع الروسية ومالجمعة أنه تم نقل جميع المعدات العسكريات الروسية في اتجاه خرسون بالسلاسة إلى الضفة اليسرى لنهر أدنيبر ولم يتكبد الجيش الروسي أي خسائر أثناء النقل في اليوم نفسه قالت وزارة الدفاع الأوكرانية أن الجيش الأوكراني دخل مدينة خرسون قالت وزارة الدفاع الروسية أنها أكملت إجلاء جميع الجنود الذين تجاوز عددهم 30 ألف جندي والأسلحة والمعدات العسكرية التي يبلغ عددها نحو 5000 قطعة من مدينة خرسون إلى الضفة اليسرى لنهر أدنيبر وأكدت أنه بفضل الإدارة والتنسيق لم يتبقى على الضفة اليمنى قطعة واحدة من الأسلحة الروسية وضفت الوزارة الروسية أن الجيش لم يتكبد خسائر في الأفراد والأسلحة أو المعدات العسكرية أو المواد الأخرى رغم محاولة الجيش الأوكراني تعطيل عملية النقل من جانبها نشرت مديرية الاستخبارات الرئيسية تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الجمعة أن الجيش الأوكراني أعاد السيطرة على مدينة خرسون بالإضافة إلى ذلك قال البيان أن طرق انسحاب الجيش الروسي كانت خاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية وقد طالب الجانب الأوكراني الجيش الروسي بالاستسلام على الفور وأضاف أن الأفراد المستسلمين سيحصلون على ضمانات أمنية من الجانب الأوكراني